دلوقتي خلينا نروح سهاج ونتابع من هناك مع محمد رفع التطورات لتنفيذ المبادرة الرئيسية حياة كريمة في مركز ساقلتة خلال مشروعات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومركز الشباب أيضاً صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا هدير صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير على كل مشاهدين الكرام واستمراراً لمتابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة وتنمية الريف المصرية أتواجد الآن في محافظة سهاج وهي أكبر محافظات مصر من حيث المبالغ المالية المخصصة لمشروعات المحافظة نتحدث هنا عن أكثر من 45 مليار جنيه لمشروعات محافظة سهاج لدينا 1132 قرية وناجع وتابع بيستفيدوا من هذه المشروعات المشروعات تصل ربما إلى 1700 مشروع مختلف بتتم بالتوازي في سبعة مراكز في محافظة سهاج من المنتظر أن يستفيد من هذه المشروعات ما يزيد عن 4 مليون مواطن مركز ساقلتا اللي احنا موجودين فيه النهاردة أحد المراكز اللي مستفيدة بشكل كبير من هذه المشروعات نتحدث هنا عن 118 مشروع يتم بالتوازي في مختلف قرى ساقلتا منهم 38 مثلا مشروع في قطاع الصرف الصحي 13 مشروع في قطاع مياه الشرب يعني مشروعات أخرى في قطاع الشباب والرياضة والصحة والتعليم للمزيد ينضم إلينا السيد شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتا يطلعنا عن هذه المبادرة في مركز ساقلتا ونسب أو معدلات التنفيذ في مشروعات المبادرة هنا في ساقلتا سبعة الخير سيد شريف ولو تكلمنا عن هذه المبادرة أهم المشروعات اللي بتتم بالتوازي في ساقلتا ومعدلات التنفيذ في هذه المشروع صباح الخير اسم محمد صباح الخير على المشاهدين جميعا أهلا مرحبا بكم في محافظ الصواج بالأخص في مركز سولتا أنا بنسبان مبادرة سيدة رئيس عفتح السيسي حياة كريمة غيرت شكل القرى كاملة عندنا في مركز سولتا أنا بنسبان هنا عندنا حوالي 118 مشروع متنوعين في حوالي 13 مشروع ماية 38 مشروع صرف صحي 2 مشروع خدمي 6 مشروع مركز شباب 22 مشروع صحي موجودين عندنا مشروعات متنوعين أنت هنا في مركز شباب كانت الأرض دي عبارة عن الأرض فضة دي مركز شباب الفرسية في قرية من قرى مركز سولتا هنا عندنا سولتا 14 قرية عدد 2 مجالس قروية كل المجالس القرية اللي عندنا 2 كل 14 قرى كانت محرومة من كل الخدمات بما فيها كانت المدينة مدينة ما كانش فيه صرف صحي مجرد مطلق سيد رئيس عفتح سيسي مبادرة حياة كريمة بدأ الشغل نحن عندنا فيه حيات نسبة تنفيذ فيه وصلت حوالي فوق 90% إلى 95% نمكن صد شريف يعني ساقلتا فيها عدد من القرى متاخم للمنطقة الجبلية هابتقع في شمال شرق محافظة السهاج عدد كبير من القرى يعني اعتبر بنقول أسفل أسفل الجبل إزاي المبادرة وصلت لهذه القرى وحاليا بيتم فيها مشروعات مهمة في منها مثلا مدارس لغات وفي مدارس على أعلى مستوى بيتم في هذه القرى كلمنا برضو عن هذه النماذج من المشروعات أحنا بالنسبة لنا ساولتا تعتبر القرى فيها لـ 14 قرية منقسمين منقسم جزء ناحية الجبل وجزء ناحية النيل بالنسبة لنا كل القرى اللي احنا كنا فيها بالنسبة لمنبادرة رئاسية اللي عن ناحية الجبل استفادت من جمع المشروعات هنا في مركز ساولتا كان مركز بعدد القرى بتاعته أو الوحدات المحلية بتاعته الاثنين عندنا حاليا افتتحنا مركز ساولتا في مدرسة اللغات وبدأ العمل فيها بالنسبة لقرى المجاورة للجبل في حاليا فيه 7-10 وحدات سكنية فيه عندنا مدرسة سنوية عامة فيه عندنا مدارس ابتدائية ومدارس اعدادية شغالين فيها فيه بالنسبة لنا وحدات الصحية الجديدة تأمين الصحي الشامل فيه مركز شباب شغالين فيها تطوير وحدات صحية صرف صحي عندك المركز الخدمي اللي هو فيه حوالي 7 وحدات معها 7 مصالح حكومية يبدأ الشغل فيهم دي أسمح المواطن مش هو اللي بيروح للمدينة عشان ياخد الخدمات بتاعتها الخدمات بتاعته موجودة في نفس القرية بتاعته انت عندك المركز الخدمي عندنا هنا 2 مركز خدمي واحد في السفلاك واحد في الجلوية المواطن كل الجلوية كل المركز الخدمية موجود فيها كل الخدمات يمكن احنا الآن موجودين في قرية الفرسية احد قرى مركز ساقلتة يمكن يعني على امتداد الطريق حتى وصلنا لهذه النقطة مركز شباب الفرسية فيه عدد كبير من المشروعات بيتم بالتوازي في هذه القرية يمكن لو تكلمنا عنها من المشروعات في هذه القرية هنا في قرية الفرسية موجود فيها حوالي اكتر من مشروع عندك صرف صحي عندك غاز طبيعي عندك تغيير مواصير موية مادة وتدعيم شبكات هنا بالنسبة للمكان اللي احنا فيه في مركز شباب الفرسية ما كانش فيه مركز شباب هنا في القرية خلف المبنى مبشرة في الوحدة الصحية تأمين الصحي الشامل بعدها فيه حوالي اربع امراض سكنية بعدد 38 وحدة سكنية فيه بعد كده فيه مدرسة ان شاء الله في القادم الجاية في محطة الرفع تحت الصرف الصحي لو اتكلمنا فنم عن معدلات التنفيذ في هذه المشروعات وامتبع ترى النور والمواطن يستفيد من هذه المشروعات احنا معدلات التنفيذ احنا بجرد سيد الوزير سيد رئيس الجمهورية اطلق المبادرة وبدأنا تسليم الاراضي احنا هنا عندنا في الوحدة المحلية في مركز مليسة قلتها الاهالي تبرعوا بمعظم الاراضي ذاتي فبنسب التنفيذ حاليا مرتفع جدا وكان في وسائل الوزير المحافظة الوقت ارك الفقي متابع يومي جدا للمشروع يا كريمة كان دايما نقول لك اهم مشروع عندنا في المحافظة مشروع يا كريمة ليه كان موجود نظر ان القرى دي محرومة محرومة من كل حي اول ما بدأت المبادرة المواطن حاس ان فيه شغل على الارض الواقع وفيه شغل موجود فبدأ المواطن يتفاعل معنا نسب التنفيذ احنا عندنا فيه كذا مشروع نسب التنفيذ حوالي عدة 95% مركز الشباب هنا حوالي عدة 99% منتظر بس الاعمال الافتتاحية عشان نتم افتتاحها شكريم جدا شكريم فند شكريم فند اذا عزيز المشاهدين هدير احمد كذا كانت الصورة هنا في احد المراكز التابعة لمحافظة سهاج اللي بتتم فيها بالتوازي مشروعات حياة كريمة زي ما قلنا محافظة سهاج من اكبر محافظات مصر اللي استحوازت على ربما نصيب الاسد في هذه المشروعات زي ما قلنا بنتحدث عن اكثر من 45 مليار جنيه بيتم دخاها وهو الدعم المالي المخصص لمشروعات محافظة سهاج نعود بكم الان من سهاج واليكم الكلمة شكرا محمد رفعت من محافظة سهاج اللي يعني عرض لنا صورة المشروعات اللي بتتم على ارض الواقع تحديد يعني انا اول مرة اشوف شكل ملعب كرة بالجمال ده بصراحة انا اعتقد ما كانش موجود قبل كده في المحافظات المختلفة او حتى هنا كمان في المراكز كمان والكرة حتى هنا في القاهرة ماكناش بنشوف استاذ بالشكل ده فهو ده اللي بيعكس قد ايه ان عمل حياة كريمة في الارض هو عمل متسارع جدا وفعلا بيطور وفعلا اللون الاخضر بقى موجود في كل شبر من ارض مصر